بداية تأثر المملكة الفعلي بالمنخفض الجوي وهطول الأمطار في مناطق عدة واشتداد الفعالية جوية خلال الساعات القادمة والتفاصيل في هذا التحديث المصور أعزائنا متابعين تقس العرب أصعد الله صباحكم تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى بداية تأثر المملكة بالمنخفض الجوي المصنف بأنه من الدرجة الثالثة بحيث يسود تقس بارد وغائم كما نشاهد هنا من خرائط الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا مع هطول الأمطار في أجزاء عدة من المملكة بما في ذلك أحياء من العاصمة عمان وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط زخات من البرد وتشير جات الصور إلى تكاثر كميات من السحب الماطرة قبالة السواحل الفلسطينية مبشرة باشتداد الفعالية الجوية على مختلف مناطق المملكة خلال الساعات القادمة بمشيئة الله ذلك أثناء تحرك المنخفض الجوي نحو الشرق كما نشاهد هنا الهطولات الجوية والمطارية بمشيئة الله متوقع أن تنتشر إلى باقي مناطق المملكة وتكون هناك سحب وغيوم منخفضة ملامسة لسطح الأرض بين الحين والآخر تعمل على تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والآن ننتقل إلى مندوبنا في العاصمة عمان عامر القحف عامر صباح الخير صباح خير مهند أنا موجود الآن من طريق المطار باتجاه الدوار السابع أجواء باردة وغائمة وماطرة ولله الحمد للفضل أثناء جولتنا الصباحية صباح تاليوم الاثنين كان في ضباب كثيف على قيمة المتفعات العالية والآن متواجد الضباب بشكل متوسط غير معيق للرؤية لكن نحذر أخوانا الساواقين من أخذ الحيط والحذرة لأخيات المركبات أمطار ولله الحمد تتساقط منذ فجر هذا اليوم بوتيرة متوسطة إلى غزيرة في بعض الأحيان كما تلاحظ معنا مهند الآن أمطار ممتاز ولله الحمد متوسطة الشدة تتساقط وإن شاء الله بتكون أمطار خير وبركة بتعم كافة مناطق المملكة نتمنى دائماً وابدنا السلامة للجميع شكراً عامر والآن ننتقل إلى مندوبنا في الطفيلة محمد السبايلة محمد صباح الخير نعم مهند صباح تاليوم الاثنين كان لكم متابعينا نعم حمود جديد الآن الطفيلة بالتحديث نعم حمود جديد الآن الطفيلة بالتحديث في الغيس على دوار الغيس بجانة الطفيلة الترخمية طبعاً أجواء اليوم أجواء باردة أدواء غائمة الضباب حاضر وهو قوة زي ما يحنا شايفين الآن بالأجواء طبعاً يميزها اليوم بيحفشقه منذ الساعات الصباح القولة شهدت المحفظة منذ ساعات صباح الفجر هذا اليوم أمطار بينما تواسطه إلى غزيرة حياناً لا أمطار جثتر لكن دو بارد درجة حرارة 5 نتمنى السلام للجميع إن شاء الله إن شاء الله بإتبار شاء الله تعمق لدخول المنطب للجول المنطب للعام وخاصة تعمق على المنطب الجنوبية شكراً محمد نتمنى السلام للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري